أهلاً بحضراتكم من جديد وخلونا دلوقتي نتعرف مع بعض إيه أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة كمان أيضاً مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا وأيضاً متابعة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فالنهاردة تنطلق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلعية في كل محافظات الجمهورية وبتشمل تحصين الأبقار والجموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع الحملة بتتم من خلال لجان سبتة ومتحركة ومن بيت لبيت النهاردة هيكون آخر يوم للتقدم لمسابقة الآئمة إلكترونياً عن طريق موقع بوابة الوظائف الحكومية علماً بأن التقدم من خلال الرابط المحدد على بوابة الوظائف الحكومية وهي الجهة الوحيدة اللي بيتم التقدم من خلالها وحذرت الأوقاف من أي مدعين ممكن يوهم بعض المتقدمين لمسابقة الأئمة والعمال بالأوقاف من قدرتهم على التوسط لهم في التعين وأكدت إنه ما فيش مجال لأي وسطة أو تدخل وإن كل مسابقات الوزارة مشية في أعلى درجات النزاهة والشفافية النهاردة العشاء الكرة الإفريقية هيكون معادهم مع مباراة قوية في إطار الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا فريق النادي الأهلي هيواجه القطن الكاميروني الساعة 6 بالليل النهاردة العشاء الدور الإنجليزي هيكون معادهم مع سبع مباراة قوية في إطار الجولة 26 من المسابقة من أهمها مباراة منشستر سيتي مع نيو كاسل يونيتد الساعة 2.5 دهر ومباراة أرسنل مع بورن موث الساعة 5 مساء وفي نفس التوقيت مباراة ويلفر هامتن مع توتنهام